موسيقى حياكم الله مجدد مشاهدينا تفعيلا للحملات التوعوية للاستخدام الأمثل للطاقة والمياه واحتفاءا بنجاح نتائج مبادرة ساعة التشهيد المبتكرة التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوجيهات سيدي صاحب السموء الشيخ الدكتور سلطامر محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتبني أهداف وآليات تنفيذ ساعة الترشيد ونشر الوعي كرمت الهيئة صباح اليوم رئيس حملة الترشيد الخليجية بدولة الكويت وذلك تقديرا لجهودها المتميزة في تفعيل مبادرة ساعة الترشيد في عامها الرابع بدولة الكويت ونشر الفكرة في دول مجلس التعاون الخليجي وإسهاماتها البيئية والمجتمعية وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة تفاصيل أكثر مشاهدين حول مبادرة وشهر الترشيد كذلك نتعرف عليها من خلال أضيوفنا بالاستوديو الأستاذ راشد محمد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة وشخصية الشهر المكرمة المهندسة أقبال أحمد زيد الطيار مدير إدارة كفاءة الطاقة والترشيد بوزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت وأيضا رئيس حملة الترشيد في مجلس أو في دول مجلس التعاون الخليجي مساكم الله بالخير حياكم الله نمسي عليك ونمسي على المشاهدين ونشكركم على الاستضافة يعني اللي فعلا تسلطوا الضوء على أهم إنجازات الترشيد خلني أبدأ أستاذ راشد نتعرف على قصة حفل التكريم اللي اليوم طبعا كانت المكرمة في المهندسة أقبال نعم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا نشكر نصف شارق الإعلام على تحت الفرصة لنا نتحدث عن مبادرة ساعة الترشيد واللي فعلا يعني توجناها اليوم طبعا بحفل تكريم طبعا الحفل هذا احنا عنا حفل شهري تقريبا كل شهر يتناول جانب معين وكان شهر سبعة يتناول جانب الترشيد شهر الترشيد فكان من ضمن الفقرات الحفلة لو تكريم طبعا مهندسة إقبال الطيار من دولة الكويت طبعا مهندسة إقبال ما شاء الله عليها يعني كانت مساهمة بشكل كبير جدا في موضوع دعم الحملة حملة الترشيد أو ساعة الترشيد في دولة الكويت وكان لها إنجازات طيبة في هذا المجال فكانت تكريم لها اليوم الحمد لله وكانت فقرات كثيرة من ضمنها طبعا شركانا في الترشيد ومن ضمنها يعني سفراء الترشيد ومن ضمنها بعض الفقرات الجميلة التي طرحنا طبعا في الحفلة اليوم فهذه كانت من ضمن المبادرات نعم سيد القبال يعني وأنت اليوم تكرمين مشاء الله عن إنجازات تقريبا أربع أو ثلاث سنوات في هذه المبادرة شو هي أهم الإنجازات التي تعتبرين أنت حققتها أو تحققت كذلك على المستوى الخليجي في هذه المبادرة طبعا أشكرك على هذا السؤال بالفعل يعني فيه شكر موصول أيضا لحاكم إمارة الشارجة الدكتور سلطان الغاسمي الفعلا مبادرة جدا يعني الكل تفاعل معها في دول المجلس تعاون نعم وأيضا هذه المبادرات فعلا تعتبر تعاون مثمر بين دول المجلس لخفض معدلات الطلب على الطاقة والهدر في الطاقة فهذه فعلا حفزت جميع قطاعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت أن تهتم في هذه المبادرة من الساعة الثانتين ونص لثلاث ونص بتغليل جميع الأجهزة الكهربائية والأنظمة التكييف والإنجاز اللي أنا فعلا سعيدة فيه يعني أن هذا العام تفاعلت جهات عدة يعني في دولة الكويت ووفرنا 785 ميجا وات يعني تعادل محطة كاملة تشغل مدارس الكويت بالكامل فهذا الإنجاز دليل على حرص كل الجهات أن تكون صديقة للبيئة تغلل هدر حرق الوقود تغلل الإنبعاثات فهذه كل الأشياء حققناها وطبعا الشكر أيضا لهيئة الشارقة للكهرباء والماء برئاسة دكتور راشد الليم اللي فعلا بدل مجهود لإرسال فريقة وضح لنا الآلية أن شنون نقدر في ساعات الذروة نقدر نتحكم ونقلل الأحمال وهذا الشيء أيضا أنا قرسته في الأعضاء من دولة التعاون حفزت جميع الأعضاء أن ينجحون هذه المبادرات ويطبقونها ويرسلون لنا الصور ودائما نندزها للهيئة يعني كتوثق يعني بحيث تتكلمين على مستوى الكويت الكويت ودول المجلس حكم رئاستي للحملة خليجية أيضا عندي اجتماعات كان في الرياض من أول ما بدأوا التعاون وضعتها صراحة من أولوياتي يعني دائما نحن عندنا أولويات صحيح اللي هي غرص ثقافة سلوك للمواطن والمقيم توعيته في التقنيات اللي هي الإضاءة وأنظمة التكييف والترشيد وضعت ساعة الترشيد هذه من ضمن النقاط الهامة اللي حرصت كل عضو في كل دولة أن يرسلي في يوم ساعة الترشيد كل ما تم إنجازه في دولها إحصائيات إحصائيات والوفر كلها أقوم بإرسالة للهيئة للتكاتف بين دول المجلس جميل جدا بما نحن نتكلم عن مبادرة ساعة الترشيد المبتكر أستاذ راشد خلينا نرجع شوي وراء قبل ثلاث أو أربع سنوات من 2015 بدت هذه المبادرة أول شيء خلينا نتعرف على أهم الإنجازات اللي تم تحقيقها على المستوى المحلي وبالتالي طبعا المستوى الخليجي في هذه المبادرة طيب نحن طبعا منذ انطلاقة حملة ساعة الترشيد ونحاول قدر المستطاع أن تكون الحملة هذه في البداية طبعا نفهم الجمهور شوف فكرة حملة ساعة الترشيد أو مبادرة ساعة الترشيد مبادرة ساعة الترشيد هي فكرة بسيطة جدا نحاول قدر المستطاع في فترة الصيف في فترة الذروة يوم الأحمال تكون عندنا للذروة نحاول قد مستطاع أن نرحل بعض الأجهزة الغير ضرورية كثير من الناس ربما تشكل عليهم الفكرة يعني تقول معقولة فترة الصيف نروح نسكر المكيفات وكذا نحاول قد مستطاع أن نوضح لهم الفكرة هذه أن نقوم فعلا بترحيل بعض الأجهزة الغير ضرورية إلى وقات ثانية منها طبعا ورفعنا شعار في إدارة الترشيد بالترشيد الكلمة السفيد لا شك أننا بالساعة هذه ربما أو نخلي الساعة هذه يعني منهج حياة لا نتكلم من ثانين ونص لن ثلاث ونص لأن هذه ساعة الدروة يا جماعة أيوة نعم فنحاول قد مستطاع أن نخليها سلوك حياتي للفرد في استعمال مثلا الأجهزة الكهربائية فهذه الأشياء فعلا شجعتنا أن نستمر في مبادرة ساعة الترشيد وفعلا النتائج اللي حصدنا عليها نتائج كثيرة في هذا المجال والأبيز في ذلك يعني نحاول قد مستطاع أن تكون هي البديل العربي ربما لساعة الأرض كثير من الناس يعرفون ساعة الأرض لكن ساعة الترشيد ومبادرة ساعة الترشيد بما أنها انطلقت من إمارة الشارجي نحاول قد مستطاع أن تكون في البديل العربي ونحن فعلا بحاجة ونطلقنا على الساعة هذه تقريبا مبادرات كثيرة كل سنة نحاول قد مستطاع يوجهنا الدكتور المهندس راشد الليم طبعا رئيس هيد كرباميا الشارقة أن نبدع طبعا في الطرح ونحاول قد مستطاع أن نبتكر وسائل جديدة هذه الساعة نعم السنة يمكن سبحان الله طرحنا يمكنها يقارب 12 مبادرة من ضمن هذه المبادرات التي هي خطوات بعيدة خطوات بعيدة خطوات بعيدة نستهدف طبعا فيها المؤسسات هذه مبادرات بس عشان التوضيح صدر تدخل من ضمن مبادرة ساعة الترشيد المتكرة كلها تدعم مبادرة ساعة الترشيد لتوضيح الأمر طبعا فيها وسائل فنية فيها وسائل إعلامية فيها وسائل توعوية للجمهور فمثل ما ذكرنا مبادراتنا خطوات بعيدة خطوات بعيدة تستهدف المسؤولين وأصحاب القرار والمؤسسات والهيئات خارج إمارة الشارقة صح نطلقت المبادرة من إمارة الشارقة لكن هدفنا التوعوي على المستوى الخليجي وعلى المستوى العربي ونطمح إن شاء الله يكون على المستوى العالمي أيضا فكانت من ضمن الخطوات هذه زيارتنا لدول الخليج معظم دول الخليج طبعا الحمد لله وقعوا على دعم هذه المبادرة خاصة للجهات المعنية اللي هي وزارات الكهرباء والماء وكلهم يحملون نفس الهم هذا يعني فترة الصيف وفترة الذر وحاولون قد نستطيع أن يقللون من استخدام الكهرباء بشكل عام من ضمنها طبعا والحمد لله من الإنجازات الكبيرة اللي نفتخر بها اللي هي اعتراف الأمان العامة لدول المجلس التعاون الخليجي بهذه المبادرة ومن ثم طبعا قمنا بزيارة دول عربية من ضمنها طبعا دولة الأردن ودولة مصر جمهورية مصر الشقيقة وتونس حتى تدخل هذه الدول أيضا من ضمن المغرب والحمد لله حتى زرنا جامعة الدول العربية والآن نحن في صدد الاعتراف بها من قبل جامعة الدول العربية على أساس أن المدر هذه لا تكون في إمارة الشارقة فقط ولا في الإمارات وإنما تصبح مبادرة عربية الكل حاول قدر مستطاع أن يدعمها وشارك فيها خلو يعني خلنا نقول سيد راشد أن أنتم بديتوا محليا امتقلتوا خليجيا ثم عربية ستنافذ إن شاء الله هذه المبادرة صحيح استدق بال طبعا يعني أنا صراحة سعيدة بهذا الحماس وهذا يعني وحتى فيه نقطة يعني هم تفيد المشاهدين أنت لما تساهم في أي مبادرة ترشيدية أنت قاعد توفر في جيبك فاتورتك يعني أنت لاحظون نحن دايما هذا المنهجة قاعد نتبع في دولة الكويت يعني أنه دايما أقول أي جهد تقوم فيه ما رح يروح هدر هو لك والأجيالك أنا دايما أقول يعني يوم واطن ويوم قيم لما أنت توفر فكر في الأجيال القادمة أن هذه حصتهم ليش أنا مدام أخذ كفايتي والباجي أحاول أن أخلي حق الأجيال لأنه مثل ما أنا تنعمت الحمد لله زر أفتح الكهرباء الحنفية على طول الماء ويوصل فليش أخلي أجيالنا تعاني دايما هذه الحرص على الاستدامة فهنا هدف كل المبادرات يعني لي استدامة الموارد والحفاظ عليها بالتأكيد سيد راشد كذلك أيضا هناك العديد من الفعاليات التي تقام أعتقد بشكل دوري من عجل تفعيل هذه المبادرة ننتكلم عن هذه الفعاليات وكيف يتم استهداف الجمهور فيها طبعا الحمد لله حاولنا قدر وسطاع أن نهتم بجميع شرائح المجتمع اهتمينا بالطلاب اهتمينا بربات البيوت اهتمينا حتى بالخدم وحتى العمال والموظفين طبعا لكل احنا في دائرة الضوء عندنا نحن ومستهدفين منهم فمن ضمن المبادرات اللي اطلقناها طبعا للعمال كانت عبارة عن ماراثون ساعة الترشيد في منطقة الصجعة والحمد لله شارك فيها عدد كبير من العمال والحمد لله طبعا لقت قبول ونجاح من قبل المشاركين من ضمن المبادرات اطلقنا شخصية رمزية تعبر عن ساعة الترشيد اللي هي بيكمان هذه الشخصية نقدر نقول يعني هدفها اللي هي الشخصية فيها نوع من القوة وكذا نحاول قد نستطيع من خلالها أن نغير السلوكيات الخاطئة إلى السلوكيات الصحيحة لدى الأطفال من ضمن المبادرات أيضا كانت مسابقات طرحناها عن طريق طبعا التواصل الاجتماعي وطرحنا بعض المحاضرات للعمال في بعض الأماكن لربات البيوت أهلنا مجموعة من ربات البيوت بالتعاون طبعا مع جمعية الشارقة النسائية في مارة الشارجة وحاولنا قد نستطيع من خلالهم أن ننبث فكرة ساعة الترشيد أو مبادرة ساعة الترشيد لدى بعض الأسر الموجودة في مارة الشارجة أيضا من ضمن المبادرات اللي هي توقيع شهادة وعد استهدفنا فيها نقدر نقول معظم مسؤولين في مارة الشارجة وهذه لأصحاب القرار في مؤسساتهم يحاولون قد نستطيع أن يوقعون على هذه الورقة اللي من ضمنها طبعا لو يحاولون قد نستطيع أن يحرصون على الترشيد على شخصياته ومن ثم طبعا مؤسساتهم التي يعني ينتمون إليها أيضا كان عندنا كرنفال ساعة الترشيد أقمناها طبعا في مركز تجاري المركز صحارة تجاري كان لها أقبال طيب طبعا من قبل الجمهور وكثير من البرامج اللي نقولها من ضمن طبعا مبادرة ساعة الترشيد والحمد لله يعني لقت أقبال كبير جدا من الجمهور واستحسانهم يعني لهذه المبادرة سيد أقبال يمكن أن أستاذ راشد ذكر نقطة مهمة أن شخصيات خلنا نقول وكذلك أيضا مدراء دوائر حكومية وأيضا شخصيات عامة من الجمهور شاركت في العام الرابع من هذه المبادرة وكان في مشاركة واسعة تعتقدين إلى أي مدى مشاركة ربما شخصيات بارز وشخصيات مهمة ومدراء دوائر حكومية في مثل هذه المبادرة ممكن يأثر بشكل إيجابي عليها طبعا فعلا نحن دائما نحرص أن جميع شريح المجتمع أنها تشارك بفعاليات ترشيد يعني لإصال الرسالة بسلوب صحيح لابد أن نحن عندنا سياسة أيضا نفس تنطبق نفس النظام الذي تم تطبيقه عن طريق الهيئة أن في دولة الكويت نحرص أن نتواجد مع المواطن المقيم في كل مكان إن كان موظف نروح للجهة الحكومية ونقوم بعمل ندوات وعمل تعريف لما هي ساعة الترشيد ما هي الآليات كيف يرشد كيف يخفض فاتورته أيضا نتجهها إلى المولات أيضا نتجهها إلى المدارس الأندية الصيفية حتى الجمعيات التعاونية يعني في تجربة ناجحة أيضا قاموا فيها الهيئة تم تطبيقها أيضا في دولة الكويت أنه عن طريق الأكياس يكون هناك بروشورات توزع للمواطنين فدائما لنجاح من خلال متابعتي للحملة الخليجية ودائما أحرص الأعضاء أن كل ما تكونون قريبين من المواطن المقيم في كل حياته يعني في عمله في بيته دائما تكون متواجدين معاه وتوصلوا للرسالة الصحيحة لأن كثير المواطنين يجهلون يعني أنه والله أنا شلون أرشد أنا أوكي أتعاون مع الهيئة وبحاول أخفض الفاتورة بس ما هي الآلية إحنا عندنا دائما ندربة على أنه في نظام إضاءة حديث الإيدي هذه يعني توفر أشرب الأمية من فاتورته أيضا توفر نظام التكيف إحنا طبعا دول مجلس تعاون سبعين بالأمية منطقتنا كلها المحطات التي تشتغل سبعين بالأمية كلها تروح حق نظام التكيف أيضا المواطن لو تعاون معنا رح ينخفض هذا الرقم رح نوصل أقل لـ 65 فنلاحظ نحن دائما يعني سلوب المعلومة الصحيحة نوصلها من خلال هذا التقارب اللي هو نكون دائما متواجدين معاه في كل مكان يعني دائما لتوصيل الرسالة بسلوب مبسط وكل شيء رح يمكن من الأطفال إلى كبار السن جميل جدا سيد راشد ذكرت أيضا في معرض حديثك أن هناك دائما سعي لإيجاد وسائل جديدة الحقيقة للوصول إلى الجمهور يعني سيد أقبال تقول نوصل لهم وين ما كانوا هل هناك أيضا وسائل جديدة تعتقد أنها رح تضاف إن شاء الله المبادرة أو وسائل جديدة تسعون لكذلك أيضا يعني طرح المبادرة من خلالها أكيد يعني إحنا ما زلنا سبحان الله الجمهور ترى غالبا يحرص دائما على أساس أن توصلهم الرسالة لكن بطريقة إبداعية سابقا يمكن كنا يمكن لو تذكرين حتى من سأقبال سابقا كان الجمهور يطلبون على الأقل تعالوا يا جماعة وعطونا محاضرة مثلا في المدارس أو غيرها الآن ما أصبحوا يطلبون محاضرة فقط الآن أصبحوا يطلبون ورش عمل وأصبحوا يطلبون نماذج حي ممكن تطبق جدام على أساس أن يقتنعون بالفكرة هذه مسابقات مسرحيات فإحنا مثل ما ذكرت في البداية نحن نسعى دائما والدكتور راشد زاه الله خير يعني دائما يحرص علينا على أساس أن فعلا يكون في إبداع في الطرح وابتكار في مبادرة إن شاء الله جدا جميلة تكون موجودة خلال السنة القادمة إن شاء الله ونحن مستمرين في ساعة الترشيد لذلك نحن في إدارة الترشيد لدينا قسم كامل يهتم بساعة الترشيد والتي لا نعتبرها مبادرة فقط لمدة يوم وإنما هي تستمر على أطوال العام نشارك في معارض نشارك في مسترحيات نشارك في أفكار جديدة نطرحها للجمهور وفعلا الجمهور متعتش لهذه الأفكار الجميلة والتي تكون فيها نوع من الإبداع في طرحها جميل أنا أتمنى طبعا كذلك أن مثل هذه المبادرات ما تغفل أهمية وجود العمالة المنزلية وتوجه لهم كذلك أيضا بلغاتهم المختلفة لأنهم أعتقد لهم دور كبير جدا في إنجاح ساعة الترشيد بحكم طبعا أن يمكن حتى في هذه الساعة صد راشد من ثلاثة ونص كثير الحقيقة من الأشخاص يكونوا بعدهم في العمل في دواماتهم يعني المسؤول يمكن حتى عن هذه الساعة بشكل أكبر العمالة المنزلية أتمنى توجيه لهم طبعا أكيد بالعكس نحن لدينا برنامج كامل موجه للعمالة المنزلية التي تقفوهم يعني هي مبادرة أطلقناها طبعا تقفوهم نيب العمالة حتى يعني يكون في نوع من التعاون مع الأسر نيبهم ونثقفهم بلغتهم اللي هم يتكلمون فيها بالإضافة إلى إعداد بعض البروشورات والنشرات لهم طبعا ثم نثقفهم فعلا فهذه من الأشياء المبادرة اللي ياسي نطلقها بين فترة أخرى ومكل الشكر لكم على وجودكم ويانا اليوم بالتأكيد أستاذ راشد وكذلك أيضا أستاذ أقبال أتمنى لكم بكل التوفيق إن شاء الله في هذه المبادرة اتحققوا إن شاء الله يا رب أكثر مما حققتا في هذه السنوات شكرا شكرا